في محاولة الامتصاص غضب الشارع بسبب سوء الخدمات قرر مجلس محافظة ديالا في جلسة طارئة تجميد مشروع خصخصة الكهرباء لعدم أهلية الشركة المتعاقد معها إضافة إلى رفع جهاز التحكم بالقطع المبرمج والمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية هناك حقيقة قرارات اتخذت من المجلس تجميد مشروع الخصخصة الذي كان حقيقة إلى أثر سلبي كبير على المواطن في محافظة ديالا بسبب عدم أهلية الشركة وعدم قيام مزارة الكهرباء بتجهيز الحصة الكافية للشركة لذلك هذا المشروع حقيقة أربك وضع توزيع الكهرباء في محافظة ديالا اليوم كان قرار المجلس تجميد هذا المشروع في المحافظة كذلك رفع جهاز التحكم الموجود من المركز الوطني في محافظة ديالا هذا الجهاز حقيقة يعني اليوم ساعات التجهيز للمواطن قد تكون ساعتين إلى خلال هذه الساعتين الكهرباء تقطع لأكثر من ست أو سبع مرات بشكل بركزي من المركز الوطني هذا الجهاز اليوم كان هناك قرار وعلى المحافظة تنفيذ ورفع هذا الجهاز بأسرع وقت ممكن لأنه حقيقة يعني كانت خسارة ديالا بسبب هذا الجهاز أنه ساعات كثيرة من التجهيز كذلك حقيقة هناك قرار بمطالبة وزارة الكهرباء والحكومة المركزية بزيادة حصة كهرباء ديالا اللي حقيقة اليوم ديالا يعني ما يقارب الف وخمسين بيجا تستطيع تغطي محافظة ديالا لكن اليوم اللي يصلنا على أرض الواقع هو لا يزيد عن 400 ميجا للمحافظة